اشتركوا في القناة 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 شنو؟ مجارة جديدة ها؟ اه لا يعني لو يحتيك تاي حاية اطلب فضي المواصفات بس كليس عارف ام ليه واخوي؟ اها غضيلا عايز اعمل ليه مشروع كده على قدرنا حسولة كيفي ما بتعمليه؟ ادي مرض فضي المواصفات بتعملي مشروعي زي ما عايزة عارف؟ عايز اعمل ليه منتج محلي زي بسكويت أو كيك حاجة كده على قدرنا يعني اها الله يسمحها غضيلا اها يا منتج محلي لا بد ان يكون حسب ما قالت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية ما هي المواصفات زي تعملوها لشنو؟ الحفاظ على صحة المواطن وجودة المنتج والله لكنها فضيلا بيجيتي خبير عديد كيف يا؟ الببار السعيد دي زعد اها فضيل بالنسبة للمنتج المحلي شنو؟ اولا تطبيق ممارسات التصنيع الجيد للارتقاء بجودة المنتج اه 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 والله يا اخوانة والله يبدو بيجي الخبرة عديل كده استفاع متطلبات المواصفة القياسية لبطاقة البيانة بطاقة؟ تعال نزلك؟ أشينا بتحفظ كيفين؟ مواصفات المنتج والتعبئة والتقليف لكل سلع ولازم الوزن والقياس والعدد وصعف الوزن يكون مطابق للبطاقة المعلقة في المنتج اه لازم للأمانة ذاته اه دي مهمة شديد كمان الاشتراطات الفنية لفترة الصلاحية اه تخزين وترحيل وتداول المواد الخام اللازم يكون وفق شروط التخزين والحفظة المحددة بالمواصفات القياسية للمنتج اه إجراء المعايرة الدورية دي طبعا بتكون لآلات وأدوات القياس والوزن لضبط دقتها ايوا الله exchange المواد الخامد دي م докумنت ماذا ماix و دي تnotize ما هو بشرة دي؟ صفته كيف؟ ودي بعمله ايه؟ في مكاتب القياس التابعة للهيئة بالمركز والولايات والله هفضيل ما قصرت التب مع تحيات في ظل الرجل المواصفان سلام عليكم عباسم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وحبابك مرحب الله يبارك فيك حسبي الله ونعم الوكيل يا عزول مثل حسبي مكفي نمى يا لك عفضيل مدى شنو؟ دي بوضاعة ديك منها؟ كيف تديني منها عزول؟ انت كده ما بتضور فينا أنا بتضور في الأمة كلها يا عفضيل والله قدع تقلبي كله كله فيشني يا أخي مدى شنو؟ قلت لك بوضاعة ما لا؟ انت ما مطبق ولا واحد من مواصفات العرض يبيع الناس المواصفات كيف يعني؟ أنا أقول لك كيف يعني؟ أهي؟ أول شي البوضاعة ده ما محلة ليش نو؟ أول ريك ليش نو؟ أهي؟ عدم عرض السلح في الخارج ليه؟ لأنه بتتعرض لأشيعة الشمسة المباشرة وده بأدي لتنفح البوضاعة والله يا عفضيل في دي صدق تتب وبعدين أقول لك كلام يعني ما تعرض الحاجات ما جوبك مع بعض يعني المواد الغذائية براه ما تعرض مع الصابون والمنظفات والمبيدات الحشرية وغيره وكد يعني إجراء عن معايرة الدورية الغانونية لأدوات الكيل والقياس والوزن في العكافة أدوات الصحة والسلامة والله عفضيل لقيتك مسغف تبع عفضيل لو شمحته في ضي المواصفات والرجل المواصفات لا ينام موسيقى حلنا في الحوار في كلمة طيبة جولة ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم جمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة موسيقى 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 اشتركوا في القناة